عرفنا في رقم 10 هنا من مصدر داخل اتحاد الكرة ان الاتحاد الاردني طلب او اشترط مشاركة محمد صلاح عشان يلعبوا مباراة ودية معانا يعني لو هتلعبوا محمد صلاح معاك او محمد صلاح يبقى موجود في المباراة دي اللي مفوته قام في نوفمبر القادم احنا ما فيه نلعب مع منتخب مصر محمد صلاح مش هيبقى موجود في القائمة بتاعة منتخب مصر في هذه المواجهة مش عايزين نلعب المباراة ده طلب صريح من الاتحاد الاردني لكرة القدم عشان يلعبوا مع منتخب مصر هذه المواجهة على فكرة على فكرة يعني من حقهم هتقول لي من حقهم ازاي هقولك في المباراة الودية في كثير من الاماكن في العالم بيشترطوا ده يقولك والله هلعب مع منتخب فرنسا لو ما بيه معاكو انا هلعب من المباراة الودية دي طيب هلعب ريان مديد هينزي يلعب مباراة في تايلند ولا في الصين ولا في اليابان فالناس في الصين أو في تايلند ولا في اليابان يقولك لو مش تلعبوا بكل النجوم مش عايزينكم مش هنصرف فلوس مش هنلعب المباراة الودية والكلام ده فدي بتحصل في المباراة الودية مفهومة يعني